الطلعة صعبة وده اللي كنت بقوله مع نجميلة النهاردة كابتن مار همام في بداية مشوار الأهلي مع مارسيل كولر مع بداية إلى حد كبير جدا طبيعية بريك وراحة سلبية ثم فترة اعداد ثم عدد من المباريات الودية التدريجية من حيث القوة ومستوى المنافس وبالتالي عشان تكون بدايتك في مشوار الرسمي دوري أبطال أفريقيا وتكون بدايتك في تونس تحديدا وتكون بدايتك مع وصيف الدوري التونسي وتكون بدايتك خارج الأرض مش ملعبك ولا جمهورك بداية إلى حد ما لازم تحطي الاعتبارات كتير جدا لكن خلينا أقولكم أنه كابتن مار همام متفائل وهكلم مع أكتر عن أسباب التفاؤل بتاعته في بداية الموسم وانطلاقها إن شاء الله تكون موفقة للمرض الأحمر والزعيم قرية أفريقيا وسيد السياد القرى كابتن مار همام سعر خيره أهلا وسهلا بك أهلا بك يعني ما تقبلناش لسه مارسل كولر الرجل الجيه اشتغل اعتقد كمدير فني انت ديك نظرة مختلفة طبعا عن الجمهور شايف فيه حاجات بوزيتف هل شايف فيه حاجات نيجاتف أو شايف فيه حاجات محتاج فيها شوية وقت أكتر إيه المقدمات اللي قريبتها عن مارسل كولر من وجهة نظرة هو بسم الله الرحمن الرحيم أولا يا أحمد طبعا عزيزي نحيي مجلس الدارة الماد الأهلي واللجم التغطيط بكابتن محمد الخطيب ان السيفيات اللي تقدمت تمام سيفيات يعني فيهم تقيلة لكن التريس والتقني بشكل كبير جدا اختاروا الرجل ده فأنا بحقيهم طبعا للاختيار أولا هل السيفي بس بيبقى المعيار الأول الأخيرة كابتن مار ولا فيها اعتبارات تانية المحطات اللي اشتغل فيها طبعا متابعة بشكل كبير والمتائج اللي حققها والشغل اللي اتعمل خلال محطاته بتفرق بشكل كبير وجوده برده كان مع منتخب النمساو وبيوصل اليورو 2016 فأكيد ده بيأكد ان الرجل السن كمان يحقق 61 سنة لعب لعب يورو لعب شامبيونز ليج لعب دوري ألماني لعب تجارب مختلفة وغدية طبعا تجارب ومحطات قوية بتأكد لك ان الرجل ده فعلا الرجل المناسب في المكان المناسب فهنا اختيار طبعا لجنة تخطيط كابتا محمود الخطيب كانت يعني الحمد لله كانت موفقة بشكل كبير جدا ويعني حنتكلم بقى طبعا هو عمل ايه لكن من ناحية الشخصية من ناحية أداءه مع المحطات التي ذكرتها يا أحمد نتيجه دوافعه الرجل عارف انه رايح نادي القرن أكبر نادي في أفريقيا والشرق الأوسط عارف ان النادي الاهلي عنده جمهرية بالملايين عارف ان النادي الاهلي عنده بطلات ذكرات أفريقية محلية دولية فهو كمان يعني الجاي هو مبسوط زي ما الاهلي فيه حاجات كتير اتغيرت برضو الحاجات المحيطة فيها حاجات كتير اتغيرت يعني نتكلم ان الموسم ده واللي بيتابع المركاته الحقيقة موسم الانتقالات والأندي اللي بيتداد بالدعم صفوفها تقول ان النسخة اللي جاية متدوري حتى لو كان يعني بعيدا عن بطولة أفريقيا طبعا هي أكيد طبعا طول عمرها بطولة أفريقيا هي الأصعب على مستوى القرن من حيث مستوى المنافسة لكن يبدو كمان حتى نسخة الدولة اللي جاية لن تكون بالهينة أو بالسهلة على الإطلاق صعبة جدا يا احمد زي ما انت ذكرت بس انا عايز اشيد طبعا اللقطات اللي حضرتكم بتنقلوها الابتسام والسعادة على لعبة النادي الاهلي حمد اللي على السلامة بنقول لعبة النادي الاهلي اللعيبة حاسة ان هي فاتت الراحة الفترات اللي فاتت بكل مشاكلها وسلبياتها النهاردة اللقطات دي بتدل اللي بتأكد يا احمد ان اللعيبة فرتاحية الابتسامات اللي موجودة المرسومة على وجه لعبة النادي الاهلي بيأكدوا ان هم في تحدي بيأكدوا الثقة اللي هم شايفينها من خلال مجلس الإدارة من خلال الجاز الفني مستوى القولر جمهور النادي الاهلي اللي بيساندهم بشكل كبير اللعيبة حاسة كمان من بداية وجود الراجل حاسة بالانضباط التدريبي حاسة باليوم الكامل اللي احنا كنا بالنادي بيه بشكل كبير جدا واحنا عارفين قيمة اليوم الكامل مع اللعبة دي هتعمل ايه هتنقلهم نقلة احترافية في مكانة تانية ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية الراجل نفسيا بتعامل مع اللعبة بمنتعل الاحترام الراجل جدي جدا تسمح لي في الجزئية دي يعني لما تقال راجل سويسري وفي الجزء الالماني من سويسرا وتجاربه كانت مع النمسا ومع انداف ألمانيا انت عافل الحتة دي العقلية شوية بعيدة عن تركبتنا يعني غير ان احنا كمصريين احنا يعني شعوب دافية كده العلاقات الانسانية دي مهمة جدا وبالذات مع اللعبة المصرية حتى تحس انه اللعبة مصدقة قوي في المدرب بتاعها او مدرب بتاعها عرف يحتويها كويس قوي تسمحوا اللعبة بتطلع احسن معا ده لكن كل اللي جاي من من تفاصيل ومن قط اللبس ومن جوه الملعب وحتى من المطشاط اللي وديها رغم انها لم تزع انه راجل مقرب قوي وكسر كل الحواجز حتى مع اللعبة بيقولولنا زماننا اللي كانوا موجودين في المطش اسوأ بيقولك انه بعد المطش راح سلم وحضن واتكلم مع كل اللعبة اللي ملعبتش فواضح جدا انه فاهم الحتة يمكن فاهمها من حد مقريله مثلا تركيبة المصريين عاملة ازاي او بيحاول يأثر المسافات اللي موجودة بينه وبين اللعبة لانه واعتقد كمان لسه ما اكتشفش او ما اراش اللي قماشا معايا كابتن ماه ده اللي احنا كنا محتاجين واحمد الهيت كوتش يعني احنا كنا محتاجين هيت كوتش زي كلر من ناحة الشخصية من ناحة الادام من ناحة الجدية زي متلق هو هو اول منزل راح على النادي الاهلي فده بيدل على انه راجل منضبط راجل عارف عارف الدقايق بالنسبة له ايه والساعات بالنسبة له ايه والأيام بالنسبة له ايه ما فيش وقت هو راجل قال كده لما انت كنت في ملعب كابتن ماهر وبيمشي جهاز فني وبيتم الاعلام مثلا عن جهاز فني خصصا لو جهاز فني اللي جاي اشتغل اجنبي انت كلاعيب او انتو كفرق الاول ككل كمجموعة وكلعيب انت على مستوى كابتن ماهر كمستوى شخص بتستقبله ده ازاي وبتتعامله بتستكشفه الراجل ازاي وبتتعامله ازاي في البداية وإن اللي يفرق معك كلاعب انك تلاقيه في الموديل الفني الجديد احنا الفتر اللي فاتل حتى لعبتنا كلنا كنا بنتمنى حاجة زي كتا لا انت في مشوارك انت انا في مشواري وانا لاعب طبعا بابا سعيد جدا لاننا عارف ان الراجل اللي جايه ده اسمه وقيمه وقامة وان الراجل ده حينقلني حينقلني من ناحية تفكر انه اه في تجربة جديدة تزودني من ناحية الفنيية ما بتخافش ما سيجي ولك يعني انت بتبتلع بأساسي او لا انا مشوارك عندهم شفافية وعدالة يحمى في التوزيع بشكل بير جدا بصراحة ما بيهدموش حق احد المصريين ما عندهمش عدالة وشفافية لا المصريين ما احترمي ليهم طبعا لكن عندهم حت الحب والقره عندهم الحت الحب لكن الاجانب لا انا اشتغلت مع المان عشان كده يمكن انا من خلال قناة الاهلي تمالي اتكلم على ان المدرسة الالمانية او المدرسة القريبة من المانيا احنا كمان جربنا فيلر فشوفنا فالنهاردة ده من ريح الفيلر فقلنا متبشرين خير يعني كان معايا رئيس رئيس تنفيذي النادي جراس هوبرز السويسري وكان بيتكلم يعني الحقيقة الراجل طبعا اشت بفيلر جدا وقال ان اتنين مدربين كبار جدا بس قال انه كمان يمكن الحاجة اللي بتميز كولر عن فيلر انه فيلر عنيد شوية لكن كولر عنده من المرونة ودي تفرق جدا المرونة دي في كل حاجة في الجانب النفس الفيسيولجي بدني الخططي التعاون مع اللعيبة يعني انا عشان اشتغلت مع المان فبردك يمكن كلمت عن الراجل ده وست سنين هولمن وتسوبل فانعرف المدرسة دي والفكر ده بيعمل ايه رقم واحد هم جدين جدا بيحبوا شغلهم جدا وبعدين في الملاحظات ما بيسيبوش حاجة تعدي يعني الراجل ده كل حاجة ما شاء الله حاطت ايده عليها كل حاجة دايس فيها زي ما انت كلمت على انه بعد ما بيخلص المباراة بروح سلم على الاحتياط بيكلم معاهم وانهم دوركم جاي وانجهاز الفني وطبعا من ضمن الحاجات دي بتوصل للعيبة والعيبة بتحس غير انك انت تتلاشاني او انت متفكرش فيها لا درجة ده خلص المباراة وقعد معاهم وقال لهم اننا ما لعبتش لها المباراة اللي جاي ان شاء الله الضر اللي جاي لاننا عاز نشوف كل لعيبة فالنهار ده فرصة ثلاث مباراة اللي هم التجربية بيتروجيت واسوان وبعدين طلع الجيش فرصة كبيرة جدا ان الراجل يقدر يحط ايده يحط ييده على ثبات التشكيل يحط ييده على طريقة اللعب الجملة اللي شغال عليها مدى تنفيذها اللعبة تستوعب ولا تستوعبش حتى المرونة التكتيكية يعني وبردك من ضمن الحاجات الراجل اشاد بيها ان بعد كل مبراء اشاد ببعض اللعيبة يعني هو عاجبه طاهر محمد طاهر من ضمن الامثلة يعني قالك طاهر انا اكتشفت ان يقدر يلعب في الجناحين يقدر يمين وشمال ويقدر يلعب راس حربه وده حاجة جديدة علينا بالنسبة لطاهر الحاجة التانية برضك اشاد بحسام حسن قال ان حسام حسن خلال التقرير اللي بده كده ان الناس قالت ان ممكن يطلع اعارة او ممكن لا هو تمسك بيه واحسن منك من جاب هدفين في مباراة بدرجيته هدف وفي اسوان هدف اشاد بديانج قالك قوة دبابة بشرية بتقدر تلعب في الجنب الدفاعي ويقدر يكمل في الجنب الهجومي عنده سوري بساط مميزة فدي حاجات من ضمن الحاجات الراجل اشاد بيها حتى اللعيبة كمان ادول اللعيب الفترة دي كافية والمباراة التالتة وحتى الفترة اللي هيسافر فيها لتونس قبل ما يجهز الاتحاد المنستيري هل كافية المدير فني انه يلم الامكانات بتاعت اللعيبة يشوف الخطة المناسبة يدرس فيها اتحاد المنستيري يختار التشكيل الانسب وخصوصا ان نخد بالك برضو جزء كبير من فترة الاعداد كابتن مهر كان فيه جزء كبير من لعابة الاهلي منتخب مصر اول منتخب المحترفين على جانب علي معلول ودينك ايش موجودين مع الراجل احنا دي كنا نتمنى احنا كنا نتمنى ان اللعب الدوليين يبقى كل الناس موجودة في الفترة الاعداد انه مهم جدا عشان يقروا فكر الراجل استرسجيته الراجل يفكر في ايه عايز يعمل ايه يلعب بأني طريقة فكان يهمنا جدا ان كل اللعبة تبقى موجودة عشان استقرار الفني للراجل لكن طبعا ظروف المتخب طبعا احنا كلنا طبعا باللبي منتخب مصر كل الشغل الشغل اللي احنا بشكل عشان منتخبنا لكن انا كنت اتمنى انه يعودوا اللي اوليين دول معه وبعد نروح منتخب مصر لمستر فيتوريا لكن طبعا الظروف اكيد فيه تنصيق بينهم منبعض بشكل كبير والله يحمد كمان ضمن الحاجات الجيدة كمان اللي حتنقلنا يعني النهاردة بقى فيه مدارس مختلفة ومدارس هيت كوتش على اعلى مستوى المتخب مصر والنادي الاهلي والزمالك كمان فداحي انا شايف والمديرين الفنيين الاجانب عموما كابتن مار دي نقطة مهمة جدا اسمع رأيك فيها شغلت مع مديرين الفنيين اجانب مصر هنا شايف ان المديرين الفنيين الاجانب عموما عندنا ست سبع عندنا النهاردة بتعتمد على عندنا عندنا فاركو اهلي زمالك طبعا عندنا الاتحاد الاسماعيلي هل شايف ان فكرة ومدارس مختلفة هل شايف ان المدير الفني الاجنابي عموما اضاف للكرة المصرية طور الكرة المصرية يعني كان وجوده ليه قيمة مضافة ولا زيه زي غيره على فترات يا احمد يعني فيه فترات انتقال من المدير الفني المصري للمدرب الاجنابي ففترات احنا بنحتاج فيها المدير الفني الاجنابي يعني المدير الفني المصري بيقعد وينظم البيت ويعالج الجانب النفسي ووضب كل حاجة لحين عودت المدير الفني الاجنابي المدير الفني الاجنابي تمال يحمد بيضع ايده على الجديد يعني مثلا في علم النفس في الفيسيولوجي في علم التدريب تمال يهم حطين ايدهم على الجديد فالنهاردة العلم ده لانا بدلا مروح احدى الدراسة ومعايشة وا 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 طب راجل جنبي راجل قدام معايا انا عايش معايا بيكلم ازاي بيأكل ازاي بيشرب ازاي بيحضر شغله ازاي بيرس ادواته ازاي بيكلم مع العيبة ازاي بيتعامل مع المواقف الحارجة ازاي وهو خسران في ماتش اصوان ازاي الشوط التاني اتنقل لجانب هجومي وسجلنا هدفين وضيعنا اهداف كل الحاجات دي موجودة في المدرسة الاجنبية اللي فيها هيد كوتش يكون له باع كبير ولو سيفي قوي ومحطات يشتغل فيها بشكل كبير مشاكل الكورة جواه الملعب بعيدا عن مشاكل التحكيم ومشاكل الاجهاد ومشاكل تلحم المواسم وضغط المباللات مشاكل الكورة بتاعت الاهلي جواه الملعب الاهم اللي على مرس الكورة نواجد لها حلول ويتعامل معها هسمع رأيك فيها بس بعد ما نرجع من الفاصل البطولات والالقاب ما فيش شك انها هدف رئيسي واساسي المسلم اللي جاي اللي جامعينا دي الاهلي وربنا يوفقنا ان شاء الله بإذن الله شايف انه الاهلي قادر ينافس على كل الالقاب وخصوصا على المستوى القري يعني فكرة انه انك انت تقرب من ثلاث بطولات على التوالي كنت لقى حق والاقدر الحقيقة بهم انك تحققهم وربنا ما وفقش مخليها جامعينا دي الاهلي مركزة اكتر يمكن على البطولات الخارجية وخصوصا طبعا ما فكرة ان بطولة افريقيا بتوسلك لكاس العالم وفكرة كمان من السنة الجاية هيتم التطبيق بطولة هي الأكبر على مستوى نقلة نوعية في بطولات او في منافسات الكورة الأفريقية السوبرلي لكن مهم جدا كمان نتكلم كورة يعني انا اعتقد انه احنا متفقين انه الاهلي بعيدا برضو عن المشاكل برا الملعب بعيدا عن ظروف الاجهد وتلحم المباريات والاصابات والغيابات والتحكيم والكلام ده كله فيه كان مشاكل جوه الملعب كورة الاهلي نفسها الا على مستر كولر انه يشتغل عليه ويطور فيه من اداء الفريق سواء على المستوى الفردي او على المستوى الجماعي ده كان سؤالي الكابتن مهر همام قبل الفاصل كورة الاهلي مع كولر ايه المطلوب فيها وايه الحاجات اللي شايف انه عليه انه هو يلاقي لها علاج او حلول بسرعة كابتن مهر وهو بيبتدي في بداية المشاكل من ضمن الحاجات اللي راجل اشاد بيها بردك عشان يعني ندي ناس حقها اقرم توفيق هو معجب اقرم جدا يعني معجب بكهربا كمان في البكريت وفي وسط الملعب معجب بكهربا شايف انه قربة عنده حلول حلول هجومية بشكل كبير جدا وفردية وبيلعب دماغه يعني عنده فكر بردك يقدر يلعب من تحت يقدر يلعب جناحين بردك من ضمن الحاجات اللي تحسب للراجل انه قرب مع سافيو دي بردك من الميزات الهيد كوتش فاركت على برونو سافي في ملعب كابتن مهر؟ يعني الجزء اللي خده في مبارات أسوان يعني تحس كده انه فعلا كرة برازيلية اللي جاي من تحت مهاري بيعرف يفوت الموقف يقدر يلعب جناحين عنده حلول يقدر يخش الجوة يقدر يصوب يعني لعيب عنده حلول ودي من ضمن الحاجات اللي احنا كنا بنسعى اليها بشكل كبير وكمان في الجانب النفسي قاعد مع السافيو من البداية دي بردك مميزات الهيد كوتش يا حمد بفاهم أنا بس عايزة أقول كابتن مهر شافه في الملعب لأنه ما تصدر ليه لم تزع هي طبعا تم تسجيلها وهتزع بعد كده لاحقا لكن أنا بكلم كابتن مهر لأنه يتفرج عليه في الملعب كمان قاعد معاه من دلوقتي واضح أنه عنده عصبية شوى هو نيرفز عارب بردك في لعيبة كده في لعيبة فإزاي بقى أنه هو يقدر يزبط الكنترول ده فده بعدك من الحاجات اللي تحسب للمدير الفني الأجنبي أنه هو في الجانب النفسي يقدر يقعد مع اللاعب ويقدر يعني يحطه يقلل من العصبية دي لصالح الفريق وصالح المجموعة طيب واحدة من على الرغم يعني شوف المفارقة بقى وأنت إيه أسمع تعليقك على رغم أنه الأهلي كان في الموسم اللي فات أرقامه تقول أنه أقوى فريق هجومين وأقوى فريق وأصلب خط الدفاع أقوى فريق الدفاعين إلي وناس كتير جداً كانت بتقول أنه واحدة من مشاكل الأهلي هي اللامسة الأخيرة وأنه واحدة من مشاكل الأهلي أنه فيه أهداف مكررة بتمثل مشكلة للدفاع النديل إلي أنت طبعاً مدافع واحد من أهم مدافعين لجوم في تاريخ كورا في مصر هل شايفين دي مشاكل فعلاً؟ ومن وجهة نظرك إزاي كولر يتعامل معها وهو بيحضر للموسيقى دي صغارات كانت موجودة أحمد من أيام موسيماني وأخبالك الصغارات الدفاعية حسنت بشكل كبير جداً في آخر مرحلة ريكاردو الحاجة التانية كانت الجوانب الهجومية في ضياع الفرص يعني كنا نشتكي منها بشكل كبير جداً يعني مع موسيماني ومع ريكاردو كمان نفس كلام فدي بردك من ضمن الحاجات الراجل مستر كولر حطيتها في الحزبان حطيتها تحت نظر بشكل كبير الجوانب الدفاعية عشان كده اليوم الكامل بقى يا أحمد اللي أنا أقولك عليه دي ميزة اليوم الكامل اليوم الكامل يعالج الحاجات دي يعني هارجع بالزمن بس أجلنا إحنا الجيل الهدو كوتي وجيل كولوتشاي إحنا تميزنا يعني أكلم عليه أنا كمدافع أنا كنت بلعب منتخب مصر خمس ست سنين مش عارف أقف لما جي كولوتشاي مع هدو كوتي لما جي كولوتشاي تميزت آخر خمس ست سنين مع منتخب مصر في الجزية دي فساعات المدربين اللي هم البروفيشنال كولر من النوعية دي بدأ يشتغل على الحاجات الفردية دفاعيا والحاجات الجمعية يعالجها في اليوم الكامل اللي هو اللي احنا بنول عليه يعني تجامع مثلا سبعة ونص يبقى الساعة تمانية المدفعين مع الهاف الدفندر مدة ساعة الشغل الصغرات بقى تفاصيل التفاصيل التفاصيل يشتغل عليها ويبدأ يعالجها ويشوفها بقى في المبرارة الحبية أخبارها إيه ظهرت حاجة تاني يشتغل عليها تاني كنت بسألك على أنه المدرب يقرأ إمكانيات العيبة بتاعته ويعرف المشاكل اللي موجودة في التيم ويعرف الحاجات الإيجابية برضو في نفس الوقت في التدريبات أكتر أو في المشاكل اللي وديها أكتر؟ في التدريبات ما بتبانش قوي أحمد يعني في التدريبات معظمها كلها تأسيمات وأخبالك اسموسة جيم وتأسيمات صغيرة وبعدين بتبقى متوسطة وبعدين ممكن تبقى في التكتيك تأسيمة بالملعب كله لكن في المباراة ده الاحتكاك الحقيقي يعني ممكن أشتغل شهر ما استفدش في الشهر ده غير مثلا الجملة لكن في المباراة المباراة بتبقى التسعين دهيئة هو المحاك الحقيقي هو اللي يباين المدير الفني فين الصغرات ويباين المدير الفني فين الأجابيات ويباين المدرب هو عايز إيه من الجزئية دي والجملة اللي حيشتغل عليها مهم جدا جدا اللعبة لازم تنفزها فدي كلها المباراة هي اللي بيجيب مباراة الحبية اللي بيجيب وبعدين هو كمان ذاكي يعني اختار مباريات يعني متوسط المستقبل بترجيت الممتاز به وبعدين نقل على دور ممتاز يعني أسوان للسعائد طبعا وبعدين طلع الجيش فديك برضك من ضمن الحاجات اللي بتفيد الراجل بشكل كبير جدا أنا كنت أتمنى يعني كنت بتكلم قبل ها وأنا وأنت كنا نتمنى اللعبة المنتخبي مموجودين معانا يعني ممكن المباراة غدا لو ترحلت مثلا 24 ساعة أو ترحلت يومين كتفرصة كمان لنلعبة الدوليين اللي راجعين لهم عندهم مباراة النهاردة فأكيد طبعا هيتطلب منهم راحة تاني يوم كنت أتمنى أن المباراة الحبية الثالثة دي تطلع جيش تترحل ترحل آه يوم تفعل بشكل كبير جدا يعني بتهالي لو الدوليين رجعوا بكرة والمطش يوم الخميس هيبقى بتهالي صعب شوية إلا 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 ما خدش منهم إلا إلا ما خدش منهم هيتطر أن هو يشركوا لأن أنت عارف اللعبة الدوليين لعبة أساسية يعني كمان أهمية المطش أنها آخر مباراة قبل ما تلعب مع الاحاد المنستيري بالضبط لكن اللعبة الدوليين يحمد مهم جدا جدا أن هم موجودين في التعاد المستيري لأنه طبعا بمثلونه قوة ولعبة الدوليين معظمهم من لعبة المؤثرين مع النادي الأهلي بشكل كبير طيب قبل ما أتكلم على الصفقات الجديدة والمنتظرة من وجهة نظر كابتن ماهر مين بالنسبة لك في نجوم النادي الأهلي الموسم ده أكون أو لا أكون مين بالنسبة لك الأسماء اللي شايف أنه عليها أنها تخش في تحدي مع نفسها من أول الموسم يعني إحنا لو نستجم الخطوط كده يا أحمد هتلاقي بالنسبة لعيسة المرمة إن شاء الله الشناوي يعني عبد الحميدة إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية خط الظهر بدأ يزبط بدأ يزبط في كل اللعبة اللي موجودة فيه نص الملعب عندنا أقوى نص الملعب الحمد لله أربع مين ويرجعونا برضك إن شاء الله بإذن الله قوة ضريبة الجزء القداماني يا أحمد الجزء القداماني يعني طبعاً طبعاً ضرب نار نار لأن هما دول هسنعونا الفارق هما دول إن إحنا هنحتمل مفاتيح والحيول مفاتيح الشغل كله والتاكتك اللي بيبني عليه الراجل التفت الهجومي يعني عندنا حسين الشحات نتمنى حسين نرجع تاني إن شاء الله بقوة ضريبة طاهر وإحنا أشدنا في كلامنا أن طاهر يعني الراجل لفت نصدق بشكل كبير بتستاو لأنه بتستاو في تحدي بالنسبة له لازم يأكد للناس كلها أنه هو فعلاً صفقة جيدة صفقة يعتمد عليها عندنا كمان كهرباء عودة كهرباء تفري معنا بشكل كبير جداً حسين 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 مرضك لازم فروت قوي وراجل أشد به نتمنى أن نشوفه أفضل وأحسن شريف كمان شريف إحنا يعني الحمد لله على السلامة وحسين حسنا شريف من فترة كبيرة لازم نشوف الشريف مرة تانية الفروت المرعب المتابع على كل هجمة الاختراقات اللي بيعملها من بين السردباك وبين الباك إحرازوا الأهداف المميزة أفشة فاصلنا ألعاب محتاجين أفشة كمان المنافسة عددوا بقى شارسة وقوي جداً سافليو ده بيلعب في الحتة دي ميسي اللي جاي الوافد الجديد بيلعب في الحتة دي شادي حسين نتمنى طبعاً إن شاء الله مع النادي الأهلي مع النخبة الجميلة اللي موجودة يقدر ياخد مكان بشكل كبير فالجزء اللي قدامان يا أحمد مهم لسا فاضل واحد فاضل اتنين محتاجين مهاجم عبدالقادر عبدالقادر كمان وزياد عبدالقادر نتمنى طبعاً عبدالقادر زي ما بدأ مع سموحة ولما رجع من الأعارة شد انتباه جمهير النادي الأهلي وخامة كبيرة وخامة مميزة ولعيب عنده فكر ولعيب كويس زياد احنا متطمنين على زياد احنا شوفنا زياد خلال مع مستر مسلمان مع عبدالقادر بالضبط زياد خامة إن شاء الله مبشرة إن شاء الله بإذن الله يكون له وجود بشكل كبير جداً رغم كل الأسماء يعيب أشوف إنه خط هجوم الأهلي أو اللعيبة الهجوم في النادي الأهلي هي أكتر منطقة أو أكتر خط هيكون فيه منافسة شرسة طبعاً ورغم كده معظم الجواهير بيرهنوا على إنه صفقة الأهلي في المحترف الجديد أو مكان الخامس اللي فاضي لغاية دلاتي تكون برضو مهاجم مهاجم جناح يعني راس خربة أو جناح يمين أو جناح شمال تتفق مع ده يا كابتن مال ولا ليك وجهة نظر تاني لا أتفق أتفق لأنه زي ما قلنا كده في كلامنا إحنا زي ما حللنا الخط القدماني محتاجين راس حربة يكون بكيمة النادي الأهلي راس حربة يكون هداف راس حربة يكون قوي راس حربة يكون بساند مراوغ متابع بشكل جيد أعيز أقول لحاجة يا أحمد المكان ده المكان ده من أماكن اللي فيها هرس بلغة كورة المكان فيه ضغط جامع جداً عشان كده أنت بتحتاج أكتر من راس حربة أكتر من اثنين أكتر من ثلاثة لأنه كمان تلعف بطولات كثير قليلة طبعاً زي قلب الدفاع ومستوى المنافسة فيها مستوى المنافسة قوي زي قلب الدفاع حتى والله يعني إحنا في أسهل مطشاط المطشاط اللي عليها سهلها رقمياً نتيجة أنه أهلي بقى فيه فوارق بينه وبين المنافسة يعني التاريخ والقيمة التسويقية والبطولات والألقاب حتى المطشاط دي بتحس أن الفرق اللي هي البسيطة دي أو الإمكانياتها يعني مش أحسن حاجة في الدنيا بتلعب قدام النادي الأهلي كأنها بتلعب بطولات كسعالة فمهاجمين النادي الأهلي طول الموسم على المستوى المحلي هنا بتحس أن المطشاط كلها تكتلات واحتكاكات وضرب منجر كرة وبكرة فطبعاً فرود النادي الأهلي ده بيعني في كل المطشاط مهم والتكتلات ديت إزاي نشتغل معاها إزاي نفتحها إزاي نختاريقها إزاي نسجل يعني أنا مع الراجل ده إحساسي كده إن إحنا هنرجع زي جيل نحنا جيل السبعينات أو مع مانوجو زيه إن أول ربع ساعة أو تلت ساعة هي أهم جزئية في المباراة بالنسبة لنا إزاي نفتح إزاي نفتح فيها فطبعاً أكيد الراجل سامي قمصان والسيد عبد حفيز دي منذور كبير جداً مع الراجل إنه هو بيوروله الشرائط بيوروله وضع الفرق بشكل كبير إزاي تكتلات ديت أن نبدأ نشغل عليها بالجمل التكتكية إزاي كانت حاجات سابتة أو حاجات متحركة أو حاجات من العمق الحاجة التانية كمان الراجل اللي هو التالت اللي مع راجل التونسي الراجل كمان جميل جداً جاب سبعة مباراة للاتحاد المستيري دي حاجة كويسة محل الأداء محل الأداء وبرضك ابن بلدهم فأكيد تكارع السيني ميكاري أكيد طبعاً حيفيد الراجل بشكل كبير جداً خصوصاً إنك أنت دوري 32 حتقابل الاتحاد المستيري فأنت لازم برضك تاخد فكرة عن الاتحاد المستيري بعض الأطاق اللي جات جابوا تلت أهداف مباراة رواندا مغزمة معلومين واحد حاجات تصول الخارج الثمنتاشر يعني فرقة لازم نحطها في الاعتبار نحترمها طبعاً طول عمرنا نحترم كل الفرق لكن النادي الأهلي بقى نتمنى بقى يحمد إن إحنا نكسب بره ملعبنا إحنا يعني زي فايلر كده إحنا عايزين نرجع لل والله ومسيماني ومسيماني كماني مع مسيماني كسبنا الوداكسر ملعبه وكسبنا الترجيف ملعبه يعني النشيد بيه مسيماني بشكل يميل جداً في الفترة اللي هو أداها مع النادي الأهلي والمتلاطة اللي حصل عليها لكن عاز أقول هو ده البطل بطل أفريكي إن أنا بره زي جوه بره لازم أخذ النتائج للجابية وإن شاء الله جوه بقى في ملعبي أمتع جماهير إن شاء الله بالنتيجة وبالأهداف عموماً وإنت بتبص على فريد نادي الأهلي كده بدايةً شايف أكتر الخطوط انسجاماً أكتر الخطوط اللي فيها ممكن تكون محتاجة دعم مش بكلم على مراكز بكلم على خط أكتر خطوط انسجاماً أكتر خطوط اللي محتاجة دعم من وجهة نظر كابتن ملعبه ويمكن أكتر خطوط تنافسية احنا اتفقنا عنها خط هجوم النادي الأهلي يعني التجانس اللي موجود هو أقوى خط هو خط نص الملعب اللي بيجمع ديانج وفاتحي والسولاية ده بيعتبر من أقوى الخطوط اللي موجودة مش في مصر بس يمكن في أفريكا كمان إحنا نحتاجين الدعم في الحتة الدمانية برضك الحالة الخلفية أو جانب الدفاع يا أحمد وانت بتلعب في مصر هنا يعني لما يبقى المهاجمين بيغمروا عليك بواحد أو باتنين دي تقدر يعني نقدر نعليجها بشكل كبير يعني واحد بيمسك واحد بيعمل خلق بساحة فالصغرات اللي وراء سهل جدا أنك تتضيغر تقس بهم نلاس ونقايات نعم يعني تقول لي مين مع مين دويتو قوي دفاعية هل ممكن نقول ياسر مع عبد المنعم ولا عبد المنعم مع ربيعة ولا ربيعة مع متولي ولا متولي مع ياسر رؤية كابتن تبقى لإمكانيات فيه فروق فردية يعني هم الحقيقة كلهم أسماء مميزة جدا بس في النهاية فيه فروق فردية فيه لعيب بيجيد ألعاب الهوى فيه لعيب واقف على الأرض فيه لعيب يقدر يمسك مان فيه لعيب ما بيمسك تمركز عنده عالجات يعني شايف السنائيات في الدفاع النادي لأهلي إزاي يعني إحنا مثلا لو كلمنا عن خط من ناحية اليمين حيبقى أقرم موجود ومعام محمد هاني ومعام كريم كمان كريم فن شموس مهيل حاجة جميلة بصراحة يعني وبعدين عندنا معلول طبعا والولاد الصغرين إذا كان أشرف وكريم ورافط أو كريم أو رافط حاجة جميلة مباشرين كمان تلاتة حلوين بصراحة جدا على أعلى مستوى يعني الحتة اللي في القلب دي يعني أنا شايف في ياسر على أساس أن ياسر موجود في المنتخب واخد ثقة مع عبد المنعم كمان موجود في المنتخب واخد ثقة هي كانت المشكلة بس عندنا في قلب الدفاع التغيير كتير يا أحمد مهم أول ثبات في الحتة دي أثبت باتنين يتجنسوا مع بعض ياخدوا على بعض التفاهم يبقى موجود يضاروا الدونة ارتاحية والدونة طمأنينة بشكل كبير وأنتو لما كنتوا بتشغلوا أنت طبعا لعبت لما ابتدت أو دخلت في ستيم كان فوقيك أساطير برد طبعا حسن حمدي ومصطفى يونس وكابتل مصطفى يونس صح في الملعب كانت أسماء تخطب يعني في التوعيد ده وانت لما دخلت بعدهم بقيت اسم كبير ودخل من بعدك بتشتغلوا يعني انت كمدافع ووقف جنبك مدافع تاني بيبقى لغة التفاهم ازاي والانسجام ده بيحصل ازاي شغل مدرب ولا بين اللعيبة وبين بعضها في جزء مدرب يعمل وبعدين جزء لعيبة مع بعض يعني أنا مثلا كنت محظوظ ان أنا طلحت مع الكابتن حسن حسن حمدي وزير الدفاع وبعدين الراجل كان عنده رؤية في الحتة الورى دي عنده توقع جميل جدا وعنده حركة رشاكة ومرونة بيقدر يغطي الصغرة اللي ممكن بتحصل الحاجة التانية كمان دوره ازاي بيواجه الخط بيكلم ودي برده بتنقصنا بتنقص ولادنا دول الراجل اللي بيلعب في الحتة اللي ورى دي زي حرصة المرمى هو اللي شايف هو اللي شايف اللي شايف اللي قدامه ويقدر يكلم شايف اللي جاي عليه وشايف زميل وقفة ازاي بالزبط فمهم حيثة الكلام انك انت التوجهات دي الشيناوي رقم واحد ثم اقرب مدافع اللي هو كان كابتن حسن حندي ايام نحن كابتن حسن حندي لما الصاف ظهره وبعدين العلاج تطول معاه دخلت انا بس قبل ما اخش بقى هو اداني خبرات المكان ده شوف الحلاوة بقى يعني تقف هنا لما القرة تبقى عملت ازاي اضغط هنا هنا اقرب من الراجل هنا حاول يعني ما اعملش مشكلة عشان بقاش في فاولات هنا شتت تحت ضغط الخبرات بقى تحت المكان دي لقل هالك وبعدين رحت مع مصافة يونس خبرة كمان حاجة كبيرة جدا فحصلت جانس بيني ومصطفى بالخبرات اللي انا داني حاسن حاندي كملت لما مصطفى بطل رجعت انا وراء وطلعنا محمود صالح من 21 سنة فبدأت ادي نصيح اللي محمود صالح اللي انا اتعودت عليها وتعلمتها وبعدين دخل معنا حشيش وضياء بقى مكملينينا وهكذا لكن انا عايز اقولك ان السبات في المكان ده مهم هيديننا التفاهم نكتبه فاهمين بعض جدا لمقاش بقى كل مباراة مغير واحد ونزلت الكلام ربيعة اكتر حد بيعمل الحكاية دي ربيعة وده دور ربيعة طبعا انه ادم واحد فيهم الفطر اللي فاتت وانا بحييه طبعا من خليل ببنان مجال انه هو الفطر اللي فاتت براكز بشكل كبير جدا وبعدين كمان من اللعيبة ولادي النادي اللي عندها الحماس وعندها الغيرة وعندها الروح هو وليد بصراحة كانوا عاملين حالة كبيرة جدا في الفرقة بشكل بيك كبات يقدروا يلموا الفرقة يقدروا يحمسوا الفرقة يعني فيه دعيبة بتحس حتى لو بايدة عندها الروح بتاعته يعني اكرم بتحس انه عنده روح الفنيل محمد محمود على فكرة المظهر كتير من الجماهير علاقت انه الولد ده عنده روح الفنيل الحمر ونتمنى انه الموسم ده يبقى محمد محمود مفاجئة الفريق انا مستني محمد محمود لسه لسه ان شاء الله محمد محمود هياخد طبعا في المباراة اللي جاية رجل كان وعد كل الناس قفشة وشريف ومحمد محمود الناس اللي مشاركتش في المبارايتين حيبقاني مدور في المباراة طلع الجيش القادم ان شاء الله خلي اعترح معاك فكرة انه الناس مستنية ظهور الاهلي مستنية مارسل كولر مستنية ظهور الصفقات الجديدة في موضش المنستيري ايه المتوقع عشان انت عارف انه احنا عندنا يعني احنا مستنين بقى ايه انه كولر يكون جاب من الاخر من وجهة نظرك ايه اللي مطلوب من كولر وامتى او ايه هو الفترة اللي يحتاجها الموديل الفني عشان بصمته تظهر بشكل كامل وتقدر تحكم على انه دي كورة الاهلي مع مارسل كولر هو بص يحمد علم التدريب كان بيقول فترة الاعداد مهمة جدا اللي تبين وضع شخصية الراجل اربع مباريات من بداية الموسم اربع مباريات مباريات رسمية من اربعة الستة تبتدي تبين بصمة الراجل طريقة اللعب الشكله في الحالة الدفاعية بدفع ازاي في الحالة الهجومية بيشتغل ازاي الجملة التكتكية لمحفظها زكرة من الاطراف او من العمق كورة السابتة بتبين بتبين الملامح دي الحاجة التانية كمان ان احنا محتاجينها من مستر كولر ازاي نضغط على الخصم القدام ودي احنا افتقدناها من ايام مستر ملعب جوزيه يعني هو ده هي دي سمية النادي الاهلي النادي الاهلي مرعب في كل مكان داخل انا فاكر ايام مستر ملعب جوزيه كان المطش كله بتدور احداثه في نص ملعب الفريق المنفس ضغط والاستعواز ثم كمان يحمد البصاتي كتير كنا بنوصل خمستاشر نقلة ثم الصغرة اللي اتبلنا اللي نقدر نجيب منها جول هو ده اللي احنا محتاجين لحاجتين دول محتاجين بمستر كولر وانا متأكد انه عنده الميزة دي وعنده الاضافة دي انه هو بيضغط من قدام على الخصم وبيحاول يغلطهم وبيقرب من المرمع عشان يسجل فدي من ضمن الحاجات اللي ان شاء الله حيشتغل عليها انا اللي اتمنى بس من من الجماهير انها تدي راجل وقته بتدي راجل مساحته وتصبر على نجومنا ونبتدي موسم الى حد كبير في ظروف طبيعية سكواد الاهلي الحمد لله مطمئن جدا جدا وكلنا ثقة في كل اسماء اللي موجودة وبإذن الله ادارة النادي الاهلي بتسعى لإتمام الصفقات بأعلى كواليتي ممكنة تفيد الفريق وتفيد الجهاز الفني في الفترة اللي جاية نددي الناس كلها مساحتها انها تشتغل وان شاء الله بإذن الله يكون موسم موفق وناجح للنادي الاهلي على كل مستوات وانا عارف طبعا انه الفكرة مش محلي بس الفكرة ابعد من كده بكتير وان شاء الله بإذن الله نكون قادرين نورت الدنيا كتبنا وانا خليك عمد معز وانا كن جمهور النادي الاهلي واعي جدا ومثقف جدا وبيساند مش هيستعجل ان شاء الله بإذن الله بشكر حضرتك جدا على وجودك نورتنا وشرفتنا وبشكر حلالكم طبعا على المتابعة وبكرة ان شاء الله نتقابل في حلقة جديدة في السادسة تحياتي لكم